وعينه بصدرس وقف الكبار هو ده فعلا تحية للجندي المصري أينما وجد الحقيقة هذا الجندي أو هذا الإنسان الحقيقة اللي وقف في ظهرنا هو اللي بيحمينا هو اللي بيقدم حياته هو اللي مش فرق مع حياته المهم أن بلده تفضل مرفوعة الرأس طبعا نعيد هذا الحديث الحقيقة عن هذه الأحداث الجميلة وهذا العيد اللي بيلك كله احتفالات وكله أمال عريضة جدا جدا لهذه البلاد وخاصة بممكن مدينة السويس برحب بيكي مرة تاني مهند السيدة الحقيقة لما كنا بنتكلم عن الجامعيات الخيرية كنوع من أنواع بناء المجتمع بشكل أو بآخر زي ما احنا قلنا وبالتالي ذوي الهمم أو ذوي الإعاقة أنا بسميه ذوي الهمم لأنهم لديهم بالفعل همة وابدامجوهم في حياتنا وفي طبعا المهام بتاعتنا أصبح لها بصمة خاصة جدا ماذا عن هذا المجتمع؟ وإحنا قلنا يمكن بنتكلم عن جزئية الحروب أكيد تركت الكثير من الإعاقات وبالتالي ناس كلها فكرة أن قصة الإعاقة الإعاقة الذهنية أو البدانية ولكن الحروب تركت أيضا الكثير هو طبعا بمناسبة عدي السويس القومي يعني يمكننا أقل حد يتكلم عن السويس السويس طبعا فيها ناس أقدر بيني كثير لأن قصصها كثيرة وقصص البطولة فيها تدرس ولكن إذا كلمت على الحتة جزئيتي أو تخصصي طبعا الحروب بتسبب في ارتفاع نسبة الإعاقة على مستوى العالم كل كل الإعاقات موجودة من خلال يعني بتزيد في الحروب فده بيخلي المؤسسات تفكر إزاي يساعد الناس دي لأن طبعا النسبة العالية دي عبقى على الدولة والدولة الوحدها على فكرة مش في مصر بس أي دولة ما تقدرش تشيل زاوي الهيمم أو زاوي الإعاقة أو زاوي الإحتاجات الخاصة فدائما المساندين للدولة هي المؤسسات الخيرية طبعا بيبقى فيه موجود كبير قوي أنهما ناس متخصصة بمحدد أهدافها فطبعا المخلفات الحروب أو من نواتج الحروب في المجتمعات هو الإصابات حرقية وبتر وحاجات كثيرة جدا حتى بنا فيه من استنشاق الغاز أو كله بيأثر على المينتر لناسه طبعا على الجهاز العقصة إحنا دولنا طبعا مع زاوي الهيمم أو زاوي العقصة ممكن أنا تخصصي في الاكتشاف والتشخيص والتدخل بكر وبشتغل في شغلنا متخصصة شوية اللي هو زاوي الإعاقة زهنية الموضوع كبير مش بسيط يعني ما هوش هاين علينا كمؤسسة ولا هاين على الدولة لأن اللي عادت في ازدياد بسبب حاجات كثيرة قوي بسبب ثقافة مختلفة إحنا عايزين نغيرها ونعدلها نغيرها يعني طبعا جواز الأرايب الثقافات المختلفة في بيئتنا في مصر إحنا من المجتمعات الكبيرة واللي عندنا قبليات يعني مثلا البدو قبليات السعيد نفس القصة لكن أنا من خلال شغلي بلتقي بأسر وناس كتيرة جدا جدا الثقافات عندها مش رادية تتغير وعندهم مبادئ وعادات خاصة بهم أو عادات خاصة بهم هما كأسر قبلية مش عايزة تتغير محتاجة مننا قوة وده دولنا كجماعية رغم طبعا حديث اللي بيشوفوه من أثار سلبية لوجود أولادهم بهذا الشكل أو بهذه المرحلة بس إنه ويه إن هما يغيروا عادتهم البنت تتجاوز ابن عمها عشان حاجات كثيرة جدا ولو حتى هيعمل إيه لو أجببنا بخمسين سنة مش قدير بس تتجاوزوا الناتج كبير الناتج وحش وحش قوي فحنا نازم طب دور حضراتكم كنساء بقى بتوعب بصحك إحنا أنا واحدة من ناس ومعايا مجموعة كبيرة جدا بننزل نعم الندوات في كل حت في البدو وفي الصعيد وطبعا المحافظة عندنا محافظة فيها 28 محافظة السويس محافظات اللي فيها 28 محافظة جواها فطبعا لازم أنزل الجماعيات والمدارس والمؤسسات وبنروح عند القباية البدوية وبنروح في الأرياف وبنروح بير العبد نحن داني قبل طبعا ما تحصل المشاكل دي نوعي الناس لأن إحنا في أزمة وإحنا همنا مصر وهمنا إن إحنا نعلى بالمواطن المصر وطبعا الأعقاد الشديدة بتيجي من أسر الجواز القريب الأكتر هنا الثقافة لازم تركزوا بقى على الفتيات يعني سيبك دلوقتي حتى من النساء اللي هما الأمهات والجدات بنزل مدارس بجي بقى البنات الزغيرين كده يعني أفهمهم دورهم إيه أفهمهم حقهم كمان هما لازم هما يكونوا أكثر حرصا أن هما يعملوا الفحوص ما قبل الزواج ما فيش حاجة سمها تتعامل حاجة كده يعني مجاملة شكلية شكلية ما ينفعش أبدا إن هي أنا كنت أظهر أن أنا قوية دلوقتي ورغم أن أنا عندي ابن زوجة احتاجات خاصة وبرع أكتر من 200 طفل زوجة احتاجات خاصة من مختلف الأعقاد ولكن أنا مش بالقوة دي أكيد أنا مرت علي حاجات كتيرة عشان أبقى كده أنا عايزة الجيلي جديد مش بقوتنا يتلافى بقى الأخطاء دي يتلافى المتاعب للواحد بيواجهها وفي الآخر حاجة ده عايبقى على الدولة عايبقى كبير لأن الطفل ده بيكلف الدولة حوالي 8 أضعاف الطفل الطبيعي بيكلفنا في المؤسسة نفسك فإننا بننزل التوعية ثم التوعية أنا دوري في التوعية شغلة في جميع المستويات وفي قيور أقصي في الجماعات في مراكز الإعلام في أساس الثقافة في كل حتة عايزة أقولي الناس معلومة صح علشان مش عايزة مش عايزة البلد تضعف بالأعقاد بالنمازج دي عايزين تغيير ثقافات للأفضل وليدي طبعا في نهاية فقرتنا طبعا نفسي أعد معاك أكتر من كده أنا سعيدة أن أنت جيتي وده برضو نموذج من النماذج فيها بسالة أنها جت في الجو ده وعصارت أنها تيجي القامرة عشان نوصل ليك سعيدني شكرا أشكرك أشكرك وتحية ليك الحية وكل المثيلات اللي حاول ييجو النهاردة الحية في مثل هذه يعني نقول الأرصاد الجوية اللي هي متقلبة أشكرهم أن هم فعلا خاضوا هذه الرحلة أمنياتك بقى في نهاية فقرتنا أنا بالنسبة للسويس قومي أمنيتي للسويس مش هتكلم خالص على أمنيات شخصية ولا أي شيء أنا محافظة السويس محافظة فعليا تستحق تستحق الاهتمام وتستحق الدعم وتستحق أن هي ترجع زي ما كانت أنا بشوف فيديوهات وسور للسويس أوروبا أتمنى أتمنى أن السويس يبقى فيه اهتمة أكتر من كده بيها في كل النواحي كل النواحي الصحية يعني قصور كان الزمان ومعالم أثارية إحنا أوروبا الأحياء نفسها النمسا وحاجات أوروبا الخليج والبحر المنظر جميل وأثور عندنا الدنيا جميلة جدا جدا فليه يا رجاء أن السويس محتاجة اهتمام وخصوصا من ناحية الصحية ورعاية الصحية بترى ده أكتر حاجة إحنا مفتقدنا كأهل بلد أكيد فالسويس جميلة وتستحق وهي يعني بعتبرها أنه وارد المحافظات كلها والله كل بقعة بجد من هذه البلاد الحقيقة ومن مصر كل بقعة في مصر تستحق الاهتمام تستحق الرعاية لأن شعبها هو يستحقها الكثير أشكرك جدا وجودك معنا كل سنة وأنتي طيبة وفي ميزان حسنات كل اللي بتعمليه وكله طبعا في ميزانك برضو وأنتي بتبني مجتمعك الصغير وهو السويس وإن شاء الله بإذن الله نشوف حاجات رائعة وعلامات مميزة لهذه المحافظة وهذه البلاد مشاهدينا كانت معنا المهندسة سيدة الشربيني رئيسة أحدى الجماعيات الخيرية طبعا لمتحدة الإعاقة ودوي الهمم وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق بإذن الله كل سنة وكل شعب السويس بالخير يا رب العالمين والرضى والسعادة والبناء والجديد والتحدي والإرادة إن شاء الله يا رب العالمين نترككم نخرج لتقرير وهذا التقرير أيضا يتحدث عن السويس أرض البطولات دعونا نتابع هذا التقرير وبعد كده إن شاء الله نلتقي مع مواطنة أخرى مريم محمود ستكون معنا إن شاء الله وهي من بنات السويس خليكم معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر